مساء الخير على كل مشاهدي قناة الاهلي وحلقة جديدة من العاب الصلاة في بداية حلقتها النهاردة في حاجة حصلت كويسة جدا وتعاون واضح وتعاون لازم نشيد بيه بين وزارة الشباب والرياضة ووزارة التربية والتعليم الرياضة دايما بتبدأ من الناشئ اتفاقنا على كل ده في الحلقات السابقة لكن النهاردة كمان في بروتوكول بيتوقع بين وزارة الشباب والرياضة ووزارة التربية والتعليم علشان لعبة كرة اليد في وجود دكتور حساب مصطفى حاجة مهمة جدا ان وزارة الشاب الرياض ووزارة التربيا والتعليم يتحدوا ويخشوا يعملكوا تعاون مشروع المليون لعب هو ليش معنى كرة اليد اللي اختروها عشان كرة اليد عندها انجازات في اخر اوض. فعلا عندها انجازات كتيرة جدا عندها انجازات بحقاها في بطولات افريقية وعربية وكمان عالمية فعلشان كده وقع البرتكول ده. البرتكول ده حاجة مهمة جدا يكون عندنا مليون لعب. ليه يشتغل في كرة الده عشان يوسعه القاعدة؟ توسيع القاعدة دي حاجة مهمة جدا لان كل ما القاعدة بتبقى كبيرة طول ما يطلعوا عندنا النجوم كثيرة جدا. وكمان نقدر النجوم دي قلت قبل كده كتير جدا. كل ما يكون عندنا نجوم كتير وعندنا مساحة اكبر للاعبين فيه لعيبة تخرج تحترف ولعيبة تلعب داخل الدولة المصري. ودي حاجة مهمة ان يكون عندنا قاعدة كبيرة منتخب مصري يقدر يختار منها. دي شيء مهم جدا. لاتحادر الرادي المدرسي برقاس الاستاذة ايمان حسن وكمان الكابتن هشاب ناصر الرئيس الاتحاد المصري كرة اليد. وقعوا البرتوكول في حضور الدكتور اشنف صبحي وزير الشياب والرياضة والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد. تعاون جميل تعاون تعاون مصمر ياريت كل الاتحادات المصرية تعمل ده مع الاتحاد الرياضي المدرسي. علشان يوسع القاعدة. الرياضة ترجع مرة تانية في المدارس. مش لازم الرياضة تبقى جوة الاندية فقط. لان الرياضة جوة الاندية فقط بتختصر تخت على الناس معينة بس لكن احنا لما نوسع القاعدة كمان في المدارس تلاقي القاعدة كبرت جدا فتقدر تختار دايما بتفرغ الاندية بيتمرنوا في المدارس ويلعبوا جرياضة في المدارس كمان يفرغ الاندية كثيرة جدا ففي الاخر نلاقي عندنا القاعدة اللي بتختار منها قاعدة كبيرة للمنتخبات المصرية وهي الاهم دي حاجة مهمة جدا جدا اكيد بنبريك لهم واكيد بنقول لهم الف من يوم مبلوك وانا تمنى اللي جاي يكون لكل الاتحادات المصرية